إلى الأخبار في الأقاليم وبحضور حاكم إقليم بركو داوت حمات بشير دشنات دشنات بمدينة فيا حاضة إقليم سوق مركدي للحوم الحمراء المناسبة كانت بحضور العديد من الجزارة تقرير أدم حنف فاضل دشنات بلدية مدينة فيا مركزا لسوق اللحوم الحمراء يمتاز بمواصفات صحية تسمح ببيع اللحوم بطريقة نظامية عمرد بلدية فيا أوضح في كلمته بأن المدينة بحاجة لمثل هذه المرافق الخدمية التي تعزز تلبية احتياجات المواطنين وتقديم لحوم أفضل لهم دون اللجوء لشراء اللحوم من الأسواق العشوائية التي باتت تنتشر بشكل ملحوظا في الأوينة الأخيرة موضحا بأن البلدية ستواصل تدشين مثل هذه المرافق الصحية لكي ينعم المواطن ببيع لحوم صحية خالية من الأمراض في كلمته بشأن الأسواق في إقليم بركو أضاف الحاكم داود حمد بشير مشيدا بهذه المبادرة واصفا أن مثل هذه الأسواق البسيطة تعتبر ذات منفعة صحية للمواطنين لأن لحومها تخضع لرقابة بيطرية مستمرة طالبا في الوقت نفسه من جميع بايعي اللحوم تطبيق كل معايير السلامة الصحية دون مخالفة القوانين هذا كما تطرق الحاكم إلى مراقبة جودة اللحوم وتحديد أسعارها من أجل توفير القدمات للمواطنين ويشار إلى أن القيمة المالية لهذا السوق بلغت حوالي ثلاثة مليون فرانكا سفا أطلق الآمن العام لإقليم الشار الأوسط حملة تطعيم الأبقار بالإقليم وذلك من أي لتحسين نوعية شلماشية والحدي من الأمراض والأوبيا عبدالله إبراهيم شرف الدين في ثلاث هذا التقرير الذي يقرأه خليل حسن صادح تعتبر الثروة الحيوانية من أهم داعيم وركائز الاقتصاد الكادي لذا أولت الحكومة جل اهتماماتها بهذا القطاع الحيوي وقد بدأت حملة التطعيم في احتفال أقيم بهذه المناسبة ترأسه الأمين العام لإقليم شار الأوسط بايميا دوليسام حيث دعا في خطابه أصحاب المواشي والرعاة إلى ضرورة تطعيم مواشيهم وتحصينها من الأمراض والأوبئة رئيس الفيدرالي الإقليمية للرعاة الشكر هو الآخر الحكومة على جهودها واهتمامها بهذا القطاع وأنشير إلى أن التوجه إلى الزراعة والثروة الحيوانية رسالة إصلاح تناولها الرئيس الجمهورية في خطابته في المناسبات العامة والخاصة نظرا لضرورة هذين القطاعين في إنعاش الاقتصاد واعتبارهم البديل الأنسب للزهب الأسودي منذ هبوط أسعاره في الأسواق العالمية شهدت مدينة مصرو حاضرة إقليم بحر الغزال وطع حجر الأساس لبناء مجمع سلثبيل التعليمي الاجتماعي الذي تنفذه منظمة البر للإغاثة والتنمية بيتشات مدينة مصرو حاضرة إقليم بحر الغزال هي المستهدفة والمستفيدة هذه المرة من قبل منظمة البر للإغاثة وتنمية بيتشات التي تعزم على إنشاء مجمع سلثبيل التعليمي الاجتماعي بقلب مدينة مصرو في مساحة تقدر بثلاث هكتار ونص عزيمة قد باتت أمرا مقديا بهذه الخطوة التي قد بدأت بوضع حجر الأساس لهذا المجمع التعليمي الاجتماعي الذي يشكل حدثا ذو أهمية بالغة لهذه المنطقة في وقت تمر فيه الدولة بأزمة اقتصادية خانقة على حد قول منسق منظمة البر للإغاثة وهتنمية بيتشات ويأتي هذا المشروع تلسيلا لفظة الحكومة لأسرين مستوى التعليم والصحة وإيجاعي فرص الشعب العاطلين عن العمل نظر لما تعاني المعطقة من شغل في كل مجالات المدروفة آنفة الأمين العامل إقليم بحر الغزاء جان كلود في خطابه أثنى على جهود هذه المنظمة الهادفة إلى التعليم والتنمية ممثل وزيرة المرأة والأسرة والتضامن الوطني مدير الشيون الاجتماعية بالوزارة إسماعيل آدم حامد هو الآخر أشاد بهذا العمل التنموي الذي تقوم به منظمة البر طالبا منها السير على نفس النهجة لدعم البرامج التنموية للحكومة هذا وأن المركز يحوي على ملحقات تعليمية تربوية ثقافية صحية بهذا الخبر ننهي معكم هذه النشرة دمتم في رياعة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة